سألوه إذا ماذا؟ هل أنت إلياس؟ أجاب لا نقطة فقالوا هل أنت النبي؟ أجاب لا نقطة فقالوا له من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا ماذا تقول عن نفسك؟ فقال أنا كما قال النبي إشعية صوت واحد يصرخ في الصحاء اجعلوا طريق ربنا مستقيمة النقطة وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين فاصلة فسألوه إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي إذن لماذا تغطس؟ أجابهم يحيا أنا أغطس في الماء لكن موجود بينكم من لا تعرفونه فاصلة هو الذي يجيء بعدي وأنا لا استحق أن أحل رباط حذائه نقطة جرى هذا في قرية بيت عني التي في شرق نهر الأردن حيث كان يحيا يغطس الناس في الماء نقطة وفي الغد رأى يحيا عيسى مقبلا إليه فقال انظروا هذا هو حمل للفداء الذي ارسله له ليرفع خطيئة الناس نقطة هذا هو الذي تحدثت عنه لما قل يجيء بعدي واحد هو أعظم مني لأنه موجود من قبلي نقطة وأنا نفسي لم أكن أعرفه لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل نقطة وشهد يحيا وقال رأيت على الروح ينزل من آل السماء كحمامة ويستقر عليه نقطة وأنا لم أكن أعرفه لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس نقطة فأنا رأيت هذا بنفسي لهذا أشهد أنه هو ابن الله نقطة وفي الغد كان يحيا هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلميذه نقطة ورأى عيسى سائرا فقال انظروا هذا هو حمل للفداء الذي ارسله له نقطة فسمع التلميذان كلامه فتبع عيسى نقطة والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما ماذا تريدان فقال يا معلم أين تقيم أجاب تعالي وانظر نقطة فذهب ونظر أين كان يقيم وكانت على الساعة حوالي على الرابعة بعد على الظهر وبقي معه ذلك اليوم نقطة وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد والد التلميذين على الذين سمع ما قاله يحيا وتبع عيسى نقطة وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له وجدنا المسيح نقطة وأخذه إلى عيس فنظر عيسى إلى سمعان وقال أنت سمعان بن يحنى ولكني سأدعوك صفى نقطة أي بطرس نقطة وفي الغد نوع عيسى أن يذهب إلى الجليل فوجد فيليب فقال له اتبعني نقطة وكان فيليب من بيت صيدة مثل أندراوس وبطرس نقطة وفيليب وجد ناثنئيل فقال له وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة وذكره أيضا الأنبياء عيسى بن يوسف الذي من آل الناصرة نقطة فقال ناثنئيل من آل الناصرة هل يأتي من الناصرة شيء صالح فقال له فيليب تعال وانظر نقطة ورأ عيسى ناثنئيل قادما إليه فقال هذا من بني اسرائيل أصيل لا غش فيه نقطة فقال له ناثنئيل كيف عرفتني أجاب عيس رأيتك وأنت تحت شجرة ألتيني قبل ما ناداك في يليب نقطة فقال ناثنئيل يا معلم أنت ابن والله أنت الملك والذي ينتظره هذا للشعب نقطة قال له عيس هل آمنت لأني يقل لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين سترى أعظم من هذا نقطة ثم قال أقول لكم الحقيقة سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشر النقطة